علوم الصف الخامس الابتدائي حل أسئلة سين سؤال على المفهوم الأول المادة في العالم من حولنا الوحدة الثانية كتاب الأضواء صفحة 122 واحد أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين واحد يتشابه السلج والماء في أنهما مادة واحدة مواد مختلفة صح مادة واحدة الثلج يمثل المادة في الحالة الغازية من الصلبة الصلبة بخار الماء يمثل حال غازية ثلاثة كل ما له كتلة ويشغل حيزا من فراغ يمثل مادة أنطاقة مادة أربعة يمكن تحويل الماء إلى بخار الماء عن طريق التبريد من التسخين الماء بالتبريد يتحول إلى ثالج خمسة يتشابه الزيت مع نقطة في الحالة الفيزيائية الزيت حالة سائلة الثالج أمي الماء طبعاً الماء حالة سائلة اثنين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد توجد جميع المواد في الطبيعة في نفس الحالة عبارة خطأ في ثلاث حالات صلبة وسائلة وغازية اثنين يوجد الماء في الطبيعة في الحالة السائلة فقط والصلبة والغازية عبارة خطأ ثلاثة توجد المادة في الطبيعة في حالتين فقط ثلاث حالات صلبة وسائلة وغازية أربعة عند تسخين المادة يمكن أن تتحول من حالة لأخرى عبارة صحيحة خمسة تعبر السخور عن المادة في الحالة السائلة في الحالة الصلبة عبارة خطأ ثلاثة أكمل الابارات التالية واحد يوجد الماء في الطبيعة في نوة حالات في ثلاث حالات اثنين يمكن أن تتحول المادة من حالة إلى أخرى عن طريق نقط أو نقط من طريق التبريد أو التسخين ثلاثة من أمثلة المواد الصلبة نقط ونقط النحاء الخشم الحديث أربعة من أمثلة المواد الغازية ثاني وسيل كربو الأكسجين أربعة لاحظ الصورة التالية واستخرج منها أمثلة على حالات المادة الثلاث رقم واحد مواد صلبة صح الكوب والغلاية الكوب والغلاية اثنين مواد سائلة الماء ثلاثة مواد غازية بخار الماء سنسؤال على الدرس الثاني صفحة 128 واحد اختر الإجابة الصحيح واحد أي المواد التالية يمكن أن تتحرك وسيمتها بحرية تمة طبعا الحال غازية الحليب سائل والزيت سائل الهواء طبعا الهواء لا نوحها لأي غازية اثنين أي المواد التالية لها شكل محدد الشكل محدد المادة الصلبة الهواء الغاز الخشب طبعا مادة صلبة يقول الخشب ثلاثة من أمثلة المواد الغازية الماء السائل الخشب صلب الأكسجين غازية البركامجية أربعة أي مما يلي ليس من خصائص المادة السائلة يمكن سجبها تأخذ شكل الإناء شكلها لا يتغير طبعا شكلها لا يتغير لأن الشكل بتاعها ايه؟ بيأخذ شكل الإناء اللي بتوضع فيه خمسة يمكن استخدام نقط لقياس كتلة الجسم الترمومتر ضربة الحرارة شرية الكياس الطول الميزان صح قياس الكتلة اثنين ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتي واحد جميع المواد لها شكل سابت عبارة خطأ اثنين تتكون المادة من جسامات ساكنة جسامات في حالة حرك مستمر عبارة خطأ ثلاثة الصوت والضوء ليس مواد لأنها صورة من صورة الطاقة عبارة صحيحة إلى حالة نقط الصلبة السائلة اثنين الحديد من المواد نقط من المواد الصلبة بينما الحليب من المواد السائلة ثلاثة جسامات المادة نقطة تكون متقربة جدا من بعضها المادة الصلبة أربعة استخرج الكلمات المختلفة واحد الزيت الثالج الضوء الهواء الضوء طبق الرب منهم مواد براعان مواد لكن الضوء ليس من مواد لأنه صورة من صورة الطاقة اثنين الصخور الماء الخشب الزجاج صح الماء طيب إهرب منهم مواد صلبة ثلاثة الهواء الأكسجين الحديد بخار الماء الحديد طيب إهرب منهم مواد غازية أربعة الماء الزيت ثاني أكسيد كربون اللبن صح ثاني أكسيد كربون طيب إهرب منهم مواد سائلة خمسة أسئلة متنوعة واحد لا يمكن سجب المادة الصلبة بما تفسر ذلك لأن لها شكل ثابت اثنين يعتبر الزيت مادة سائلة علل لأن الزيت يأخذ شكل الإناء الحاوي له و تحرك بساماته بحرية أكبر ستنسؤال على الدرس الثالث رقم واحد اختر الإجابة الصحيح واحد تتكون المادة من خلايا بروتينات جسيمات عضلات جسيمات اثنين أي من ما يلي يمثل المادة تحتفظ بشكلها ثابتا إذا تغير مكانها الحليب الماء عربة لعبة الخل طبعا عربة لعبة ليه لأنها مادة صلبة ثلاث أي من ما يلي لا يعتبر مادة الهواء الماء الضوء طبعا الضوء لأنها صورة من صور الطاقة أربعة تكون الجسيمات قريبة جدا من بعضها ومتربطة في الحالة طبعا الحالة الصلبة برقم ألف خمسة أي المواد التالية تتحرك جسيماتها بسرعة كبيرة الغازية الخشب الهواء طبعا الهواء لأنها ستجدها غازية ثم أكمل الإبارات الأتية باستخدام الكلمات بين الكوسين واحد يمكن قياس طول الجسم باستخدام الميزان يستخدم لقياس الكتلة أو الوزن شريط القياس طبعا شريط القياس اتنين يمكن رؤية جسيمات المادة باستخدام المجهر العادي المجهر الإلكتروني المجهر الإلكتروني ثلاثة المادة نقط تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه الصلبة من السائلة السائلة أربعة عند نقط مكعبات الثالج تتحول إلى ماء سائل تبريد أو تسخين طبعا تسخين ثلاثة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات واحد يمكن أن توجد نفس المادة في الطبيعة في أكثر من حالة يبارة صحيح اتنين عند وضع الماء السائل في فريزر الثلاجة لفترة يتحول إلى الحالة الغازية يتحول إلى الحالة الصلبة يبارة خطأ عند الضغط على بلون تتقارب جسيمات الهواء بداخله من بعضها عبارة صحيحة خمسة يمكن رؤية الجسيمات المكونة للمادة باستخدام العدسة المكبرة عبارة خطأ باستخدام المجهر الإلكتروني أربعة حدد حالة المواد التالية صلبة أو سائلة أو غازية الأكسجين غازية الزجاج صلبة الزيت سائلة خمسة انظر إلى الصورة المقابلة ثم استخرج منها واحد مادة جسيماتها متقربة ومرتبة في نمط متقن صحيح الكوب الزجاجي اتنين مادة جسيماتها غير متماسكة وتنتشر لتملأ أي إناء حال غازي اللي هو بخار الماء بخار الماء ثلاثة مادة يمكن أن تنسك وتأخذ شكل الإناء الشاي سين سؤال على الدرس الرابع صفحة 138 واحد اختر الإجابة الصحيح واحد تتكون نقط من جسيمات متنهة الصغر المادة الكتلة الحجم الوزن طبعا المادة اتنين جسيمات أي مادة تكون صغيرة جدا في حالة حركة مستمرة لا يمكن رؤيتها بالعين مجردة جميع ما سبق جميع ما سبق ثلاثة تتكارب جسيماتها المادة جدا من بعضها في حالة الماء الزيت الخشب طبعا الخشب لأنه مادة صلبة أربعة تتجمع جسيمات المادة نقط وتتماسك في شكل منتظم الصلبة طبعا الصلب خمسة جسيمات نقط متقربة من بعضها ولكن يمكنها أن تنزلك وتتضفق فوق بعضها الزجاج الهواء الماء طبعا الماء لأنه حالة سائلة أكمل العبارات الأئتية باستخدام الكلمات بين الكوسين واحد تتحرك جسيمات نقط بسرعة كبيرة جدا طبعا الحالة الغازية الأكسجين أو الماء طبعا الأكسجين تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة التسخين أو التبريد التسخين ثلاثة تساعدنا نقط في دراسة الأكسام الصغيرة جدا أو الكبيرة جدا بحجم مناسب العدسات من نمازج طبعا النمازج ثلاثة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأئتية واحد يمكن أن تتحول المادة من حالة إلى أخرى عبارة صحيح بالتبريد أو التسخين ثلاثة لا يمكن رؤية جسامات المادة بالعين المجردة عبارة صحيح ثلاثة الجسامات المكونة للزيت تكون متلسقة ولا يمكنها الانتقال من أماكنها طبعا الزيت حالة سائلة بتكون متبعدة عبارة خطأ أربعة عند نقل الماء من إناء إلى آخر يتغير شكله لأنه حالة سائلة خمسة استخدم العلماء مجاهر خاصة لرؤية الجسامات المنفردة أربعة تخير من عمود باء ما يناسب العمود ألف واحد أنمزج نسخة لشيء ما لتوضيح شكله أو طريقة عمله نين الجسامات الوحدات البنائية الصغيرة التي تتكون منها أي مد خمسة أنظر إلى الصورة المقابلة ثم اختر الإجابة الصحيح واحد الهواء بداخل البلون يمثل المادة صلبة سائلة غازية أو غازية اثنين جسامات الهواء داخل البلون تتحرك بسرعة صغيرة جدا كبيرة جدا متوسطة كبيرة جدا ثلاثة عند الضغط على البلون ليقل حجمه فإن جسامات الهواء تزداد كتلاتها تبتعد عن بعضها تقترب من بعضها تقترب من بعضها